أهلا بحضراتكم من جديد لجنة الانضباط في التحاد المصري وكرة القدم بتحيل ممدوه عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيرامدز للتحقيق ده على خلفية شكوى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الحكام إنه قال أو كتب تويته قال ما فيش حاجة أو فيش كرة هتتقدم مدام فيه حكام بتفجر وتلاقي الناس تدافع عنها أو تسكت عليها فلجنة الحكام اشتكت للتحاد الكرة اللي أحالت الشكوى للجنة الانضباط اللي أحالت ممدوه عيد للتحقيق ده من توابع مباراة الأمس بين الزمالك وبرامدز شفنا الدروس اللي الآله بيناقشها وبيستفيد منها قبل طي الصفحة الأولى من مشاركته في الدور الأفريقي لكن أعتقد القضية المهمة جدا في الظرف الحالي هي عن التزوير والتكويش واحتكار المستقبل اتحاد الكرة يا جماعة بعد ما اتعاملت ربطة الأندية المحترفة بقت الربطة معنية بالدور الممتاز فمجلس إدارة الاتحاد معني برعاية منتخبات الناشئين توسيع قاعدة الممارسة بطولات الناشئين والمنتخبات الوطنية ولجنة الحكام فجأة من بداية مجلس أو عمل المجلس الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام أعلن كده برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن تعاقد إحدى الشركات على رعاية المنتخبات الوطنية للناشئين رعاية منتخبات الناشئين الشركة هي الشركة المالكة لنادي زد وكانت ساعتها الناس استغربت لأنه زد كان وقتها موجود في القسم الثاني وبينافس على الصعود وناس اعترضت على استحياء لكنه تم يعني الرد عليهم بأنه لا الصدافة الدرجة التانية ملوش علاقة النهاردة طبعا بعد ما اتفقوا بعد ما أعلنوا عن كل حاجة بدأت الممارسة تظهر نقاط الخلاف وبدأت المشكلة بأنه مثلا واحد زي كابتن أحمد حسن معني جدا ومتحمس للشركة أنها تاخد منتخابات الناشئين فبدأ يلحى على أعضاء اتحاد الكرة يلا عايزين نشكل الأجهزة الفنية فالتحاد الكرة لقى نفسه كما الزوج هيبقى آخر من يعلم ربطة الأندية خدت منه الدور الممتاز وشركة زد هتاخد منه كمان منتخابات الناشئين وجمال علام وخالد الدرندالي ومجلس إدارة يشربوا قهوة وشاي ويمشوا هي كده لجنة الحكام المفروض مستقلة منتخابات الناشئين هتتاخد والدور الممتاز التاخد فبدأ يحسوا أنه المسألة هتحولك إلى أن أنت تبقى زي التاج البريطاني تملك ولا تحمل لمشي ديل كمان النقطة الأهم يا أستاذ برئيب فكانت النتيجة النقطة الأهم كانت النتيجة بس مبدئيا أنه تم إنهاء العلاقة وبعد أنما كانوا هيدفعوا 12 مليون جنيه قالوا للسيد وزير الشباب الرياضة مش عايزينه وتم إنهاء الموضوع وبدأ جمال علموا مجلس الإدارة في الفترة اللي فاتت يشكل أجهزة الناشئين زي وقل شيتوس وبعدين فيه جهازين تانيين هيتشكلوا أحمد الكاس وفيه كابتن حسين عبدالطيف هو عبدالستار هياخده منتخب 2007 وفيه منتخب 2009 مرشح له كابتن عدل عبدالرحمن ومرشح له طرق السيد إذن اتحاد الكرة بدأ يمارس حقه في عملية التشكيل من يوميا أن السيد وزير الشباب الرياضة زار اتحاد الكرة فبيشتقولوا من الأزمة المالية اللي هم فيها قال لهم طب فرصة نرجع زد وبدأ الكلام بدأ لما كان همس بدأ الكلام بإعادة العقد مع الشركة تاني هذا العقد فيه مشاكل كتيرة جدا أن أنت تجيب فرقة تملك نادي تسيطر على منتخبات الناشئين أنت قلت إيه المشكلة صاد إبراهيم ما ينفعش أي حد له مصلحة أن يأخذ حق يستطيع أن يسفيد منه حتى لو دفع أموالا يعني وإذا حبيت تعملها كده هو أنت طرحتها إزاي شمعنا انتقائية الشركة دي جد أليتها عاديك 12 مليون جنيه قلت لأ أوكي أنت حتى ما حتى تطلاش كراسة شروط ما حتى تطلاش ضوابة ما حتى تطلاش مواصفات ما عملتش ممارسة بين أكتر من شركة طب أنا عاش شركة الأهلي تاخد دور الناشئين تشرف على قطعات الناشئين ممكن ممكن الدهاني ممكن يا أستاذ إبراهيم هيقول لك لا ليه ممكن هديه لك 15 مليون هو هيديك 12 أنا هيديك 15 نخش بقى هي الفكرة كلها طب أنا لو عملت كده لو عملت كده يبقى أنا بقول إن أنا عند الفرصة إن أنا نقي أحسن ناشئين في مصر بقول إن أنا حط الأجهزة اللي تستطيع تحقق لكل أهدافي وكوش أنا في الحالة هذا أمر مشروع مشروع إزاي هيبقى مشروع أنت نعمل بينه بينك عقد هو من الأساس هو إحنا ليه بنخلق العفريت ومنعرش نصرفوه إيه الحكمة إن إحنا نعمل أنظمة كلها في علامات استفهام لا دي مش استفهام إيه دي عملات ريبة أنا بحب المسميات دي علامات ريبة ريبة على فكرة أي شيء يصير تسؤالات هو فيه ارتياب لا لا قد يكون استفهام لغموض لكنه وما له وما له إذا كان هناك رد منطق وقنع ما يتقال بس مفيش يعني هتيجي تقول إيه هو زد هتدفع إمانا منها برعاية الناشئين بس هتكتب تعاود إنها ما تاخدش ولا ناشئ ممكن المقابل اللي هتاخده الشركة دي يعني يعني إيه إيه كان رص للشروط إيه الباقة اللي أنت بيعتهل الحقوق اللي هتدهله إيه ما هو دا كان لازم أي شيء بيتباع لحقوق حاجة اسمها الباقة بتطرح بتقول إتفعلي عشان تاخد واحد نين ثلاث أربعة وبعدين ما أنت عندك رعي للاتحاد ومنتخاباته حتى الراعي دا أنا قلت وقتها ما ينفعش يبقى راعي يا حد للاندية صحيح ما هو في الدنيا واسعة اعلن عن منافسات شوف مين يجيلك الفكرة مش وحشة بس تنفيذها إنت نيه بتعمل حق كده بوسوا يا جماعة يعني النقاط المريبة اللي بيقولها المهندس عادلي هو أنت أول حاجة السيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبح لأنه متحمس للضغط على الاتحاد عشان يقبل بهذا العرض ويعني عشان نبقى برضو الأمور لأنه الأمور تتعلق رقم واحد بالشفافية أنه لا شركة الأهل ولا شركة الزمالك ولا شركة زد ولا شركة المقاولين يعني تبقى مسيطرة على منتخبات النشيين خلينا عشان ما نتكلمش في مصر هو يقدر المان يونايتد ولا ليفر بول يشتري دور النشيين منتخبات النشيين الإنجليزية يقدر لا طبعا ما هم شركات يقدر الدور الأسباني يشتري دور النشيين يقدر أي شركة في العالم نحن ستدوني بنتكلم في بديهيات لكنه خلينا مبسطة عند الناس أما ييجي دلوقتي شركة تزد تحت مسمى آخر لأنها كلها خاصة بالسيد نجيب سويرس أكيد والأسرة فأنت حتجيب شركة حتدي فلوس للاتحاد أولا 12 مليون جنيه مش هي اللي هتوقي العثرة جمال علموا مجلسه ولهم مش قادرين يدبروا احتياجاتهم هم سكتين على الديون الكتيرة بس هو ده اللي هام اللي عند الانديا مش هم يحصلها 70-80 مليون جنيه ما عندكش مشكلة ها وهم نفسهم اللي بيشتكوا أنه لما تيجي الفترة القيد كل شوية يجي لهم مكتب من السيد الوزير لأ سجلوا لإسماعيل إسماعيل ما عندهش فلوس لأ مش هو للزمالك الزمالك ما عندهش فلوس فهو للتحاد نفسه لقى الصعوبة في تحصيل حقوقه ومدنياته فخلوه يمد إيده فيمد إيده لزد دي مسألة أولا شديدة الخطورة لأنه فيها احتكار للنشئين بس أنت قلت نقطة تانية دلوقتي افردت شكلت شركة ما سمعش زد هو في النهاية الأونرز مفهومين يعني في النهاية أنت عايز تتحايا أعمل كل شيء في النور أنت عايز رعاية ناشئين اطرح الموضوع بشروط محددة أن الشركة اللي داخلها ما يكون لاش أي علاقة ممكن أستاذك سؤال يعني إيه يرعى منتخبات الناشئين يا سيدي ليه يعني وإيه الاستحداث ده لا لا أرعى مثلا أنا عايز أحط اسمي على فانيلة خلاص المنتخب الناشئين وملوش دعوا بحاجة تانية بس مش أنا اللي أبقى بعين نعم يا جماعة عين المدربين بناء على إيه الهدف الاستراتيجي يعني إيه فكرة النادي الشركة حق تعين المدربين هم على فكرة دلوقتي وصلوا صيغة يقولك خلاص ما أنتوا عينتوا المدربين يعني انتفى الغرض أو المشكلة لا هي الفكرة كلها العلاقة المستمرة العلاقة المستمرة عشان نبقى برضو أكثر وضوحا حرصا على مساحة الكورة من اللي حابض المدربين اتحاد الكورة فقالوا له أنت ما أنت خلاص خلاصت المدربين سيب نحن نتعامل معهم هي دي المشكلة يا جماعة زد عنده استراتيجية أنه بناء الهرم بتاعه يبدأ من الناشئين وراح يشترى من الزمالك وماشي فيها كويس أنه يتساب زد أو في يوتشر أو الأهل أو الزمالك أو أي نادي يسيطر على قطاعات الناشئين في مصر ده لو ما اسموش تضارب مصالح وفساد ما اعتقدش له مسمتان حتى لو شركة الأهل لكرة القدم اللي رئيسها المهندس عادل اللي قاعد قدامنا لو هو اللي سيطر على قطاعات الناشئين وده منطقي ده غير معقول غير معقول بجد وغير معقول أنه يستغل اتحاد الكرة وظروفه المادية اللي مش هو السبب فيها الضغوط اللي عليها هي اللي حطاه في منطقة العوز دي فيتقاله طيب ما تقبل أعتقد ده ترفض من قبل كده وفيه أعضاف اتحاد الكرة حاسين بالخجل أنه يتضغط عليهم عشان يقبلوا حاجة زي دي أعتقد الدكتور أشرف صبحي يجب أن ينقى بنفسه تماما عن منطقة زي دي وإذا كان عايز يشجع الاتحاد وبقية الكيانات أنها تستثمر تستثمر في الأصول الصحة مش تستثمر في الناشئين عشان فيه نادي معين يعني أنت لو جبت شركة أستاذ براهيم لو جبت لعمل تكرر شروط خدتها شركة من شركات الاتصالات أو شركة مشروبات غازية أو أي شركة طبيعية هنقولك كويس وبرابو فما بقى لك أنهم أصلا الاتحاد له رعاة لكن استحداث حاجة زي دي ده فساد حقيقي يجب فعلا سرعة التصدي لي حفاظا على قاعدة الناشئين المغرب لم تنهض النهضة الكروية الكبيرة إلا بالاهتمام الحقيقي الجاد والفاعل بأكاديميات الناشئين اللي بيحصل عندنا ده الكابتن علاء نبيه الامبارح قال لك فيه تزوير كتير في أعمار وأعتقد قضية يجب فتحها من جديد ده همنا الوقت دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله سواء الخير